ينضم إلينا شبكة مراسلين من القدس المحتلة مجددا أحمد البوديري من واشنطن سهيل الشاعر ومن طهران الصحفي محمد صراف ومن الخليل الرائد الشريف مراسل الغد ورحب بكم جميعا أحمد البوديري من القدس المحتلة من الواضح بأن هناك ارتباك إسرائيلي حتى في إحصاء أو حصر الصواريخ والمسيارات الإسرائيلية بعض المسؤولين مثل دانيال هجاري على سبيل المثال وبعض الصحف الإسرائيلية يقولون بأن هناك 100 صاروخ هناك من قال 150 صاروخ هناك من قال 200 صاروخ تبدو الأعداد غير متطابقة يعني بلا شك الهجم كبير يعني نحن نتحدث عن وصول الصواريخ من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب من الجليل من منطقة حيفا من منطقة المثلة في القدس منطقة الجنوب لغاية النقب لغاية ديمونة حيفا المفاعل النووي وهذا هو الذي لم تتوقع إسرائيل هذا الكم الكبير والهائل منها بيئة الصواريخ ولكن على أي حال يتحدثون بين 100 إلى 200 طبعا جزء منهم طبعا هذا غير محسوب الذين تم اعتراضهم بالطريق سواء فوق الأجواء العراقية أو فوق الأجواء الأردنية وذلك بالتأكيد بأن القواعد العسكرية الأمريكية شاركت في هذه المسألة قبل قليل انتهى اجتماع الكابنت الإسرائيلي بتفويد بني جانس وجادي أيزنكوت واجالانت إضافة إلى بنيمين نتنيهو لدراسة كيفية الرد على الإطلاق الصواريخ والمصيرات باتجاه إسرائيل وطبعا خلال اجتماع الكابنت يبدو صار هناك لغط باعتراض سموتريتش وبينكفير وبعض الوزراء الإسرائيليين لما فيتم تفويد الثلاثة ونحن لا نستشار ولكن بغض النظر هذه السياسة الإسرائيلية دائمة المشاكل في الأوساط السياسية الإسرائيلية أو الأوساط العسكرية الإسرائيلية يقولون بأن الأمور ربما انتهت عادت الأمور إلى الوضع الطبيعي لكن في لعن أبدا خلوج الإسرائيليين وأصلا الوقت متأخر يعني الشوارع كلها فارغة في تلك المنطقة بلا شك أن هناك مزال شعور عند الإسرائيليين بأنه لربما هناك المزيد من المصيرات النطق العسكري كان واضحا عندما قال بأن هناك إصابة لأحدى القواعد العسكرية الإسرائيلية بشكل مباشر لم يكن هناك إصابة طفيفة لذلك المعسكر الإسرائيلي ولكن هذه المرة الأولى التي نرى فيها في الكم الهائل من الصواريخ أو المصيرات التي تطلق بهذا الشكل المتزامن الجانب الإيراني أطلق مصيرات وأطلق صواريخ مجنحة كروز وأطلق صواريخ بلستية ولربما الصواريخ البلستية هي التي أقلقت الإسرائيليين أكثر من أي شيء آخر لسرعتها أولا وثانيا لأنها تحمل كمية متفجرات كبيرة تم استخدام فلافة أنظمة دفاع جوي إسرائيلي منظمة الحيتس التي الليلة تم الاعتماد عليها بشكل أساسي وهي متوسطة المدى التي عملين هي التي استهدفت تحديدا المجنح الكروز إضافة إلى المصيرات تم استخدام إخلاع داود لاستهداف الصواريخ البلستية طويلة المدى ثقيلة الوزن والقبة الحديدية أيضا شاركت بذلك بالشكل واضح في عدد من المناطق طبعا قبلها بحوالي نصف ساعة كان هناك ساعة كان هناك إطلاق لصوريخ من لبنان بإتجاه إسرائيل وطبعا قيل بأنه كان هناك مجموعة من المصيرات التي أطلقت من اليمن بإتجاه إيلات ولكن لم تصب إيلات في هذه الضربة الجانب الإسرائيلي تحدث مع الجانب الأمريكي اتصالات هاتفية مهمة كانت للإسرائيليين ابتداء وزير الجيش الإسرائيلي تحدث مع نظيره الأمريكي وكان هناك حديث حول المساعدة الأمريكية المطلوبة والحفيفة لإرسال السلاح والتأكيد على أن إسرائيل تواجه خطر وأن على الولايات المتحدة أن تقوم بوجبها في الدفاع عنها ولو دستا أكد في المقابل بأنه سوف يفعل بالك وسوف تكون الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل بعد كان الاتصال الهاتف بين بايدن ونيتونيو الذي يتحدث في نفس الإطار ولكن بايدن كان يسعى إلى أن يكون هناك تهدئ للخواطر والذي فهمنا أيضا بأن كان هناك إرسال لبعض الرسال الأمريكية للإسرائيليين بأن يتم حصر هذا التصعيد وعدم الماضي قدما في عملية أوسع مما قد يفتح المجال إلى إعلان حرب بين الدولتين وهذا الأمر الذي لا يرى الجانب الأمريكي بأنه مفيد اللافت كان إطلق 750 صافرة انفار في 750 موقع تم تلقى فيه كل هذه المسألة وهو عدد كبير جدا حتى في الصوريخ الفلسطينية التي كانت أحيانا تطلق بهذا الوابل الكبير ولكن المناطق كانت محدودة مقارنة بالقدرات العسكرية الإيرانية التي بلا شك أن إيران مصنع للأسلحة وهي تصنع وتطور هذه المسألة وهي أصلا تبيع مسيارات كما يقول الأمريكيون لروسيا وفالكا في حربها في أوكراني على حد قول المصادر الأمريكية التي طالما تتحدث حول هذه المسألة المستوى العسكري عادت الأمور ولكن غدا لن يكون هناك دراسة مدارس عدد كبير من الشركات لن تعمل غدا سوف يكون هناك إيقاف لمجموعة من المصانع التي تعمل وذلك خشة أن يكون هناك توطرات رغم أن الجيش الإسرائيلي قال للإسرائيليين بأنه يمكن العودة تدريجيا إلى الحياة ولكن عليكم أن تبقوا قريبين من الملاجئ ولكن كل الاستطلاع أو المعلومات الاستخباراتية عبر الأقمار الصناعية لا يشير إلى المزيد من الدفعات التي تم إطلاقها الإيران أطلقت ثلاث دفعات الدفع الأولى كانت بالمصيرات البطيئة وبعد ذلك كانت الأجنحة أو الصوريخ المجنحة كما تسمى عذران وثالثاً كانت الصوريخ الباليستية يبدو بأنه في الطريق كان هناك استهداف لعدد كبير منها ولكن ما وصل كان كافياً لإحداف هذه الضجة الكبيرة في الأجواء وطبعاً الموضوع الإصابات لغاية الآن مازال لم يعلن عنه يعني من الواضحة أحمد يعني الهجوم كان مخطط له إيرانياً بحيث أطلقت المسيارات أولى الهجوم وهي تأخذ وقت حتى تصل إلى إسرائيل وبحساب الوقت أطلقت بعد ذلك في توقيت معين الصواريخ لكي تصل جميعها في توقيت واحد وتضرب في توقيت واحد إسرائيل هذا واضح وأيضاً استخدام الأماكن يعني أراد الإيرانيون مثلاً أن يضربوا ديمونة حيث موجود المفاعل النووي الإيراني المفاعل النووي الإسرائيلي ضربوا مدينة القدس وذلك سارسالة سياسية وكان هناك صواريخ فوق الكنيسة الإسرائيلي وفوق مبنى رئيسة الوزراء الإسرائيلية ضربوا المنطقة الشمالية التي فيها القواعد العسكري خاصة في القاعدة الجوية ضربوا الجنوب حيث أيضاً هناك القاعدة الجوية يعني واضح بأننا لا نتحدث عن حماس هذا مهم أن نفهم مشاهد نحن نتحدث عن دولة بغض النظر عن الدوافع السياسية وما إلى ذلك ولكن طريقة التصنيع طريقة الآلية كيفية وصول هذه الصواريخ الامتداد القوة النارية هذا لا يمكن مقارنته بالفلسطينيين المحاصرين الذين لا يملكون لا مصانع ولا علماء ولا قدرة على شراء الأدمغة من الدول الأخرى إيران تمتلك هذه القوة السؤال الآن ما الذي سوف يجري هل انتهت القصة أم لم تنتهي هناك ثلاثة خيارات بإيجاز الخيار الأول للإسرائيليين هو أن تنتهي القصة إلى هذه المرحلة الرد يكون في سوريا في لبنان لا يتم تطوير المسألة وتنتهي كما تسعى الولايات المتحدة لذلك الخيار الثاني أن تقوم إسرائيل بضرب إيران وهي تستطيع أن تفعل ذلك عسكرياً بامتلاك لسربين من طائرات F-35 القادرة على الوصول إلى عمد قهران والقيام بضربة ثم العودة إلى إسرائيل دون تزود بالوقود وهذا لربما لا يريد أحد في المنطقة لا الدول العربية ولا الدول الأوروبية ولا الولايات المتحدة ولكن هذا خيار والخيار الثالث هو أن يكون الرد الإسرائيلي هو في اتجاه سوريا وفي اتجاه لبنان وربما في اتجاه العراق كما تعلم بأن المقاومة العراقية التي تتبع إيران هي أطلقت مجموعة من المسايرات وما إلى ذلك وبالتالي يمكن القيام بمثل هكذا عملية وبالتالي إسرائيل بدل أن تضرب إيران بشكل مباشر تضرب الأذرع الإيرانية الموجودة في المنطقة ولربما سوريا هي من المناطق التي سوف ترى فيها إسرائيل الملاذ المهم تحديداً مع الحرس الثوري الإيراني وتمركز الإيراني الموجود ولربما عمليات اختيال مجدداً في دمشق لعسكريين إيرانيين موجودين في تلك المنطقة وبالتالي خطوط الحمراء كلها قد تقطعت وطبعاً في لبنان لا ضاير عند الإسرائيلين أن يرسلوا مسايرات كما قتلوا صالح العروري وكان هناك تلك العملية التي رأيناها في وسط الضحي الجنوبية في بيروت ويتم استهداف إيرانيين لا أتحدث فقط عن حزب الله ولكن أتحدث عن خبراء إيرانيين معلومات استخباراتية وبالتالي هذه هي الخيارات الثلاثة أن لا يكون هناك رد الرد يكون صعب جداً بضرب إيران نفسها والخيار الثالث أن يكون هناك ضربات في المناطق المحاذية المستوى السياسي الإسرائيلي نقل المسألة الآن إلى جانس وغالانت وبين يمين نتنياه الثلاثة الذي عليه أن يدرس كيف سوف يتم هذه الخيارات جالانت كما تستطيع أن تفهم بأنه متشدد متطرف ويريد أن يكون هناك ضربات لأنه عملياً يقدم حل المؤسسة العسكرية جانس يريد أن يكون هناك تنصيق مع الولايات المتحدة بشكل مباشر في هذه المسألة وبين يمين نتنياه الذي استفاد من كل الذي يجري لأنه غداً لن يكون هناك لا مظاهرات في إسرائيل وسوف يتم تأجيل هذه المسألة والحديث حول الخطر الإيراني وبالتالي يتم تأجيل واستمرار هذه المعركة هل هذا يمكن أن يؤدي إلى جلسة لمجلس الأمن؟ بلا شك أن هذا في أدمغة وفي أذهان عدد كبير من الدول العربية والدول الأوروبية التي لربما سوف تدعو لجلسة لمجلس الأمن التي تطالف فيها بتهديئة الموقف أن لا يكون هناك تطور هناك قواعد أمريكية موجودة في كل الخليج العربي هناك قواعد إيرانية موجودة في العراق موجودة في سوريا موجودة في اليمن وهناك طبعاً البحرية الإيرانية التي تحاول أيضاً استياد السفن سواء المملوكة لإسرائيليين أو المشتبه بأنها مملوكة لإسرائيليين وبالتالي الأذرع هنا طويلة والإمكانيات كبيرة نحن لا نتحدث عن مقاومة متواضعة في الحجم في القدرات نحن نتحدث عن دولة وهذه الدولة عملياً أيضاً لها علاقات جيدة مع عدد من الدول العربية وهناك عدد من الدول العربية التي لا تريد أن تنزلق الأمور إلى هذا المنزلق الصعب جلسة في مجلس الأمر أمر غير يعني ليس بالأمر المستبعد ولكن يمكن أن يكون حل كيف فالك يمكن أن يؤثر على غزة هذا يمكن أن يكون مؤثر ويمكن يكون مؤثر جداً لمعركة غزة وبالتالي إذا تم اتخاف قرار بوقف اطلاق النار لربما يتم تفليل هذا القرار بضم جملة بأن يكون هناك وقف اطلاق النار في غزة تحديداً أنه موضوع الصفقة يبدو بأنه هناك برود كامل ويعني كبير في هذه المسألة لربما الذي حدث في الليلة يدفع المجتمع الدولي إلى أنه القول بأنه الأمور عم تتدحرج الآن بدنا نرى مصيرات إيرانية موجودة في سماء إسرائيل وبدنا نرى اغتيال لقيادات عسكرية موجودة إيرانية في السفرات الإيرانية وهذا يمكن أن يجر إلى معارك أخرى وهناك سفرات في كل العالم وبالتالي يمكن ذلك أن يؤدي إلى أنا لا أبيع الأمل ولا أبيع التفاول ولكن بالحد الأدنى نحن نتحدث عن كيف يمكن أن تدار هذه المسألة أيضاً دبلوماسياً فرنسا بريطانيا في عجالة كان لهم موقف واضح مؤيد لإسرائيل والذي فهمنا بأنه الفرنسيين ساعدوا الإسرائيليين علنا وهذا تم نقلها بالرويترز بأنه عملياً تم البحرية الفرنسية قامت بمساعدة الإسرائيل بإسقاط مجموعة من هذه المسايرات الرئيس الوزراء البريطاني صونيك أصدر ذاك البيان الذي ندد فيه بعملية إطلاق المسايرات والقنابل والصواريخ وبالتالي هذا يوضح من الجانب الإسرائيلي كان مرتاحاً من الانضباط الأوروبي والأمريكي التي كانت صعبة على الإسرائيليين أنتقل إلى الصحفي محمد الصراف من طهران سيد محمد مثلما استماعت إلى مراسلنا في القدس المحتلة هناك ثلاث سيناريوهات إما أن ينتهي الأمر عند حد هذه الليلة إما أن ترد إسرائيل ربما بهجوم بمقاتلات إسرائيلية أو بصواريخ تطلق من إسرائيل أو يكون الرد الإسرائيلي على من يوصفون بهكلا إيران في المنطقة عندما قالت طهران إذا ما هاجمت إسرائيل مرة أخرى سوف يكون ردنا أقوى بكثير ماذا كانت تقصد بذلك؟ وكانت تسليم الإيرانية المقربة جداً من الجهة المنفذة لهذا الهجوم على الأراضي المحتلة وهنا أعني حرس الثوري قالت نقلاً عن مصدر مطلع وبطبيعة الحال هذا المصدر سيكون من ضمن قيادات ضباط الحرس الثوري قالت من أن إذا ردت إسرائيل على الهجوم الإيراني الرد الإيراني المشروع فالرد الإيراني الثانوي سيكون فوري ذكر هذه المفردة بالذات وهنا تشير إلى مصادر غير رسمية التي تطرقت عن عشرات الآلاف الصواريخ المعدة منذ الآن للضربة الثانية بعد في حال أقدم الكيان الإسرائيلي على الرد على الهجوم الإيراني وهذا أيضاً جاء نصاً في البيان الثاني للحرس الثوري عندما قال من أن الولايات المتحدة تتحمل كامل المسؤولية في حال لم تضبط الكيان الإسرائيلي من عدم الرد وهنا أود أن أشير إلى أنه معظم أو جميع وسائل الإعلام الإيرانية المهمة الآن في هذه اللحظة تتناقل ما نقلته صحيفة أو موقع إسرائيل هيوم عن طلب بايدن من نتنياهو بعدم الرد هذا موضوع كان نوع من الاحتفاء في وسائل الإعلام الإيرانية وهو جاء متطابقاً مع ما طلبته الجهات المعنية الإيرانية هنا أعني الخارجية البعثة الإيرانية الدائمة في الأمم المتحدة وأيضاً الحرس الثوري لكن بطبيعة الحال الآن يبدو أن انتهى الرد الإيراني العقوبة الإيرانية كما تسميها طهران ضد إسرائيل انتهت والآن باتت المرحلة الثانية الآن الترقب بات في السيناريوهات المحتملة وهنا أود أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية وهو قد لا يشار إليها أو لم نشر إليها كثيراً وهو من يتابع وسائل الإعلام والتلفزيون الإيراني منذ أيام أو منذ قد نتحدث منذ اندلاع الحرب في غزة منذ السابع من أكتوبر هناك بات الحديث بصورة علنية عن ضرورة توجه إيران إلى صنع قنبلة نووية هذا الكلام لماذا هو مهم؟ لأن هناك فتوى من قبل المرشد الأعلى علي خامناء تحرم صناعة القنبلة النووية وسابقاً عهدنا نحن الصحفيين وكافة النخب في إيران عدم التطرق إلى هذا الموضوع بتاتاً وكانت هناك قد تكون عقوبات تنزل بحق هؤلاء عندما يتحدثون عن ضرورة اتخاذ تدابير عسكرية نووية ولكن الآن نحن نشاهد أن هناك محللين إيرانيين يأتون إلى التلفزيون الإيراني الرسمي ويتحدثون علنياً من أن الردع لا يتحقق إلا عندما تتوصل إيران إلى القنبلة النووية وهذا الردع يكتمل هنا إذن هذه نقطة مهمة الآن في سياق المعادلة الردع ونحن لا ننسى أن إسرائيل هي التي هددت وأعلنت لأول مرة في حرب غزة أنها من قبل وزراء في الكابينة الإسرائيلي هددوا بأنه يجب ضرب غزة وأهلنا في فلسطين بالقنبلة النووية وها أعلنت لأول مرة أنها تملك سلاح نووي هناك الحديث عن أكثر من تسعين رئس حربي نووي تملكها إسرائيل لكن الآن في سياق السيناريوهات ما بعد الرد الإيراني هنا نتحدث إذن إيران بالتأكيد أخذت بعين الاعتبار امتلاك إسرائيل للقنبلة النووية وأيضا الدعم الغربي والأمريكي وهنا نأتي إلى الكليشة التي كانت ترددها إيران منذ القدم منذ سنوات تقول من أنه في حال قامت الطائرات العسكرية الإسرائيلية بقصف مواقع أو نقاط داخل إيران فإنها قد تنجح في ذلك لكنها عند العودة إلى الأراضي المحتلة قد لا تجد مطارا لتهبط فيه وهنا هذا الكلام اليوم نحن نرى ترجمة حقيقية فعلية لهذا الكلام حيث اليوم ركزت الضربات الإيرانية على مطار رامون العسكري في النقب وأيضا هناك الحديث عن مطارات أخرى تم استهدافها وهذه كانت رسالة بارزة عندما استهدفت إيران من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب من أنها تستطيع وقادرة على ضرب العمق الاستراتيجي الإسرائيلي وهنا أيضا ننتقل إلى نقطة أخرى في سياق السيناريوهات المتوقعة سيد الحمد فيما تعلق بجدول أو بنك الأهداف الذي وضعته إيران من خلال ردها هذه الليلة على إسرائيل يعني عندما هاجمت إسرائيل إيران القنصولية الإيرانية في دمشق كان هذا مبنى أو مقر دبلوماسي لكن الرد الإيراني ركز على ما سماه الأهداف العسكرية وذكرت قاعدة رامون الجوية ونحن رأينا فيديوهات متداولة لسقوط عدد من القذائف أو الصواريخ لا نعرف لا تتضح الرؤية جيدا هناك قذائف مشتعلة كانت تسقط على قاعدة رامون الجوية الإسرائيلية يعني تقييمك لتركيز إيران في ردها على أهداف أو معسكرات أو قواعد عسكرية إسرائيلية بطبيعة الحال إيران تلتزم دائما في خطابها العسكري والأمني بالرد بالمثل وعندما تتحدث عن استهداف مراكز عسكرية وتركيزها على مراكز عسكرية فهذا يأتي في سياق النظرة العسكرية الإيرانية وأيضا هنا التركيز على مطار رامون أو قد يكون مطار آخر لا نعرف حتى الآن بالتحديد أنه انطلقت الطائرات الإسرائيلية من هذا المطار بالذات واستهدفت مبنى السفارة الإيرانية وقتلت الجنرال الإيراني البارز محمد زاهدي فبطبيعة الحال الرد الإيراني سيكون على نقاط ومراكز عسكرية وهي أيضا جاء هذا الموضوع في بيان الحرس الثوري أنها تجنبت أي أهداف مدنية ومستوطنات ومدن مسكونة من قبل في إسرائيل الآن الحديث بات في موازنة الردع وموازنة الرعب وهنا أود أن أتحدث عن موضوع الرد الأمريكي المتوقع كيف سيكون الآن إيران ألقت الكرة كرة النار حقيقة في الملعب الإسرائيلي وفي الملعب الأمريكي والآن الجميع يرصد ما هو التحرك المقبل فبالتأكيد هنا يجب أن نشير إلى أن إيران مستعدة على كافة الأصعدة وهذا ما جاء في التسريبات التي تأتي من قبل قيادات ومصادر عسكرية إلى وسائل الإعلام الإيرانية من أن جميع الاستعدادات اتخذت بالفعل وإيران مترصدة ومتحينة لأي عمل عسكري والنقطة الأخرى التي يجب الانتباه إليها وهو الحدود البرية الإسرائيلية المكشوفة لقوى المقاومة هذا كان هجوم بري في حال تجاوزت وتمادت إسرائيل فهناك الحديث من قبل مراقبين داخل إيران من أن إسرائيل معرض للغزو من قبل محور المقاومة وحلفاء إيران في المنطقة من الجهة الشمالية من جهة لبنان وأيضا حتى فصائل عراقية وغيرها في المنطقة متحدة وحليفة مع إيران بإمكانها أن تدخل في هذا من الواضح بأن ما تحمله الأيام القادمة سوف يتحدد بناء على ما تتخذه إسرائيل انطلاقا من يوم غدا أنتقل إلى مرسلنا في الخليل رائد الشريف مرة أخرى رائد الذي ترصده لنا هل من تطورات جديدة قبل قليل قلت بأنه تزامنا مع هذا الرد الإيراني والهجوم الذي طال إسرائيل في عدة جبهات ومواقع كان هناك اقتحام إسرائيلي جديد على الأرض في الخليل نعم نبيل قوات الاحتلال اقتحمت مناطق عديدة في الضفة الغربية من بينها الخليل جبات عسكرية إسرائيلية جابت شوارع المدينة واقتحمت العديد من المنازل وفتشتها بالإضافة أيضا إلى انتشار المستوطنين المتطرفين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية خاصة في مدينتي رامالله ونابلس وكذلك كانت قوات الاحتلال تعرضت لإطلاق نار مما أدى إلى إصابة مجندة إسرائيلية في حرس الحدود في البداية جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن إصابة المجندة خطيرة ولكن تراجعوا وقالوا إن إصابتها طفيفة بينما كانت هناك دورية قرب سنجل في رامالله تعرضت قوات الاحتلال لعملية إطلاق نار وهذا أدى إلى إصابة مجندة في حرس الحدود كما ورد قبل قليل بخصوص الهجوم الإيراني حتى اللحظة لا جديد بعد أكثر من ساعتين تقريبا على الصواريخ كانت قد وصلت إلى مدن إسرائيلية وكانت الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة شاهدة على تلك الصواريخ التي انطلقت من إيران ووصلت إلى إسرائيل لسيما منطقة النقبة التي تقع خلفنا مباشرة وأصابت هذه الصواريخ قاعدة عسكرية جوية وإن كانت هذه الإصابة طفيفة حسب ما تحدث الناطق أو المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لكن السؤال الذي يطرح الآن من قبل الكثير من المتابعين والمحللين ماذا بعد كانت إسرائيل استهدفت القنصلية في دمشق في سوريا وهذا طبعا أدى إلى مقتل عدد من الإيرانيين وبعد ذلك إيران هددت بالرد وردت على إسرائيل خلال الساعات الماضية السؤال المطروح ماذا بعد ذلك هل ستقوم إسرائيل بالرد مرة أخرى على إيران التي هددت أيضا هي برد أقوى وأقصى من هذا الرد في حال فكرت إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني وقالت كما ذكرت أنت قبل قليل بأنه سيكون هذا الرد مباشر على أي استهداف تقوم به إسرائيل ولكن البعض يقول ربما الولايات المتحدة الأمريكية قد تتدخل في ذلك وستطلب من إسرائيل عدم الرد والاكتفاء بما حصل خاصة وهذه المرة الأولى التي تحدث فيها مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران ليس عبر وكلائها سواء في العراق في سوريا وحتى في لبنان لكن الأمور حتى الآن نستطيع القول بأنه الهدوء الحذر الذي يسيطر على المنطقة نبيل وفقط أقول بأنه قطع الاتصال ولا أسمعكم الآن نحن نسمعك بكل وضوح إلى آخر كلمة أشكرك جزيلا أنتقل إلى مرسلتنا في عمان رايا يعقوب رايا أهلا بك معنا ضمن هذه التغطية كان هناك صور متداولة لما قيل بأنها بقايا صاروخ إيراني سقط في إحدى ضواحي العاصمة الأردنية عمان بخصوص أحداث هذه الليلة بشكل عام هل من تصريحات رسمية خرجت من الأردن رايا رايا يعقوب رايا تسمعينني نعم نعم أسمعك الآن كنا نسأل عن أي جديد فيما يتعلق بالسلحات والمواقع الرسمية الإيرانية في الصورة في الأردن دعني أضعك في تفاصيل المشهد منذ البداية بعد إعلان هيئة الطيران المدني الأردني قبيل ساعات قرار إغلاق المجال الجوي وإيقاف الطيارات القادمة والمغادرة والعابرة أيضا للأجواء الأردنية ولساعات لم تحدد بشكل نهائي وذلك بسبب أعلنوه بشكل صريح وهو تصاعد المخاطر المتوقعة سبب هذا بشكل مباشر حالة من الارتباك العام في الأردن بعدها أعلن إطلاق عشرات المسيرات باتجاه الأراضي المحتلة ما يحدث الآن في سماء عمان وما بدأ يحدث بعدها كان إسقاط لهذه المسيرات ووثق هذا بفيديوهات مصورة لطائرات الموجودة ولا تزال في بعض المحافظات حتى هذه اللحظة ومع آذان الفجر في مناطق مختلفة من المملكة خصوصا في مناطق الشمال أما العدد فهو غير معروف حتى هذه اللحظة ولكن هو عدد لا يستهن به الموقف الرسمي كان بإعلان سلاح الجو الملكي الأردني بشكل مباشر استعداده للتصدي لأي شيء ممكن أن يخترق الحدود الجوية الأردنية هذا وقد هددت إيران بشكل مباشر الدول التي تفتح مجالها الجوية أمام الطائرات الإسرائيلية محذرة من أنها ستعاقب هي الأخرى هذه التصريحات سببت أيضا رد فعل كبير في الشارع الأردني ظهر واضحا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكن خلال هذه الظروف أكدت الحكومة الأردنية على المواطنين الأردنيين أنهم أثناء تدولهم هذه الأخبار يجب عليهم اتخاذ كل الاحتياطات لعدم تداول الشائعات وكان هناك تنبيه واضح بأن هذا الوضع حساس وسيحاسب قانونيا كل من يحاول نشر أخبار مزيفة أو كاذبة خصوصا في هذه الأوضاع شكرا لك رأي عقوب مراسلة الغد من عمان